والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر على طريق مكة ولا في المشاعر مع وكانوا يحملون معهم الماء ويتروون فيه ويحرم الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة أو من ميناء وهذا للمتمتع ولأهل مكة ومن جاء من الأمصار للقارن والمفرد فيحرم من ميقات بلده ويفعل الحاج عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة فينوي الإحرام بالحج ويلبي لبيك حجا لبيك اللهم لبيك بيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يكرر هذا وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال وإن حبسني حابس فنحلي حيث حبستني يوم الترويه أكون في ميناء يبقوا الحجاج في ميناء ويصلون فيها الصلوات الخامس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة ينزلون فيها ويصلون فيها يجمعون الظهر والعصر في عرفة ويجتهد المسلم في الدعاء والذكر والاستغفار في يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويكرر هذا الذكر بين فترة وآخرى إلى أن تغرب الشمس ثم يدفع إلى مزدلفة فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء حين وصوله ثم يبيت بها إلى أن يصلي الفجر أول ما يصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للرباعية ثم يبيتون فيها إن أرادوا كمال العمل يصبرون إلى أن تطلع الشمس وإن أرادوا الترخص فإنهم إذا انتصف الليل يذهبون إلى ميناء ثم يسير إلى ميناء ليرمي جمرة العقبة يرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم يذبح الهدي أو أن يقوم بتوكيل الجهات المختصة في ذبح الهدي عنه ثم يحلق رأسه وأما المرأة فحقها التقصير إذا رم جمرة العقبة يحلق رأسه ويتحلل من إحرامه يلبس ثيابة التحلل الأول التحلل الأول الذي يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أهله إلا زوجته ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الحج طواف الإفاظة وقته موسع وحتى لو أخره إلى آخر شيء من أيام التشريق فلا بس ثم يرجع إلى ميناء فيبيت بها تلك الليالي أي ليلة الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة وفي أيام التشريق يرمي الجامرات الثلاث بعد زوال الشمس كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات الرمي في أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس يبدأ من زوال الشمس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويمتد إلى منتصف الليل فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من ميناء وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر فمن تعجل في يومين فلا يثمع عليه ومن تأخر يعني إلى اليوم الثالث عشر فلا يثمع عليه وهذا أفضل فإذا انتهى من حجه وأراد السفر فإنه لا يسافر حتى يطوف بالبيت طواف الوداع إذا أراد السفر منهر للحج فإنه يطوف للوداع لا يغادر حتى يطوف للوداع كان الناس ينفرون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر أهد بالبيت إذا أخر طواف الإفاظة فأداه عند السفر يكفي آن الوداع وأما إذا قدمه فلا بد منه